المترجم للقناة وزراء العمل بالدول العربية وكذلك رؤساء منظمات أصحاب العمل ومثلي الاتحادات والنقابات العمالية بهذه المناسبة كدى وزير العمل أن مشاركة مملكة البحرين في هذا المؤتمر تعكس حرصها الدائم على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال العمالي مشيرا إلى أن الدورة الحالية ستكون فرصة سانحة لمناقشة المستجدات في أسواق العمل في ظل التطور التكنولوجي الحاصل ومدى استثمار ذلك في توظيف الباحثين عن عمل في وظائف ومهن غير تقليدية فضلا عن مناقشة تطوير سياسات التعليم والتدريب التقني والمهني وأثرها على تنمية أسواق العمل العربية إلى جانب استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال تحسين منظومة الضمان الاجتماعي للقوى العاملة هذا ويتضمن جدول أعمال المؤتمر في الدورة الحالية العديدة من الموضوعات المهمة ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية الوطنية في العالم العربي اتصالا بجدول أعمال هذا المؤتمر لا تفوتني الإشادة بنوعية التقارير المعضوعة على حضراتكم والتي تعالج موضوعات عديدة أهمها التقرير المعنوى مستقبل الموارد البشرية في ظل الصورة التكنولوجية والذي يناقش التحديات والفرص التي تواجه الموارد البشرية في العصر الرقمي فضل عن تلك التي تتناول ملفات استدامة العمل اللائق للشباب في ظل التحول الرقمي وتعزيز الأمن الاجتماعي وهي موضوعات تتصق مع أولويات العمل العربي المشترك في الفترة الحالية ترجمة نانسي قنقر